مرحبا بكم في صف الرسم للأمهات موضوع اليوم هو مجازي ومجرد ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها هذه الكلمات قبل أن نبدأ الفصلة دعني أطرخه عليك سؤالا بسيطا ما الفرق بين هاتين اللوحتين؟ أي إجابة هي جيدة؟ لذا أخبرني بكل ما يخطر ببالك أوقف الفيديو وتحدث بحرية الجواب في موضوع اليوم هو الصورة على اليسار رمزية واليمين مجرد هل كان الأمر صعبا للغاية لأنك لم تتعلم بعد؟ حتى لو لم تكن تعرف معنى هذه الكلمات فأنا متأكدة من أنك يمكنك معرفة الفرق في عقلك باختصار يشير المجازي إلى تمثيل الشكل ويشير الملخص إلى عدم تمثيل الشكل الآن سأريكم كيف يختلف التصوير المجازي والتجريدي من خلال الأعمال الفنانية الحقيقية سأتحدث عن المجازية أولا لقد أخبرتك للتو أن المجاز يشير إلى تمثيل الشكل أليس كذلك؟ ستشعر بما هو عليه بمجرد إلقاء النظرة على بعض الأعمال الفنية الشخص الموجود على اليسار رسمه ليوناردو دافينشي والآخر الموجود على اليمين بواسطة فرايدا كاهلو كلا العملين يعبران عن امرأة يمكنك أن تقول أنه تم التعبير عنها بشكل مدقن للغاية أليس كذلك؟ عنوان القطعة على اليسار هو الموناليزة من المعروف أنها واحدة من أشهر الأعمال الفنية في العالم يمكنك أن ترى أن تعبيرات وجهها وشعرها وسيابها جميلة والخلفية كلها مصورة بدقة شديدة بينما لا تزال تشعر بالنعومة طوال الوقت كان العمل على اليمين يعبر بشكل أساسي عن وجه امرأة ولكن تم التعبير عن الملامح وحتى الشارب بدقة كبيرة يمكن القول بأن هاتين اللوحتين تصويريتين لأن أي شخص يمكن أن يقول أنها لوحة لشخص هذا عمل فني لبيتر باول روبنز إنها قرية رفية جميلة جدا يمكنك أن ترى أبقار وأشخاص يعملون في حقل واسع وعلى اليمين توجد أشجار مورقة تمتد بعيدا حتى أن هناك قوز قزح يطفو في السماء لذا فهو منظر طبيعيا يدفئ قلبك بمجرد النظر إليه يمكن القول أن هذا أيضا رمزي حيث يمكن لأي شخص أن يقول أنه منظر ريفي هاتين اللوحتين من صنع كلود مونت تظهر صورة على اليسار مشهد أبريكا وصورة على اليمين تظهر إمرأة وابنها واقفين على العشب كلاهما يعملوا على تدفئة قلبي لكنني لا أستطيع أن أشعر بأشعة الشمس الدافئة يمكن اعتبار هذين العملين مجازيين أي خياليين لأن أي شخص يمكنه معرفة ما رسمه هاتين اللوحتان من أعمال بول سيزان لقد شرحت له مرة في الفصل السابق إنه كان فنانا رسم الكثير من الطفاح لن يكون الأمر ممتعا إذا رسم الطفاح فقط لكن القماش الأبيض والجرار والسلاسل والأشياء المحيطة التي يتم التعبير عنها حول الطفاح تجعله أكثر إسارة من أجل أن يهتم به الآخرون يمكن لأي شخص أن يقول أن هذين العمليين الفنيين يمثلان لوحات حية هاتان اللوحتان من تصميم فنس فان جوخ إنه رسام مشهور عالميا لذا سيكون من الجيد أن تتذكره الذي على اليسار هو وغرفته والآخر على اليمين هو أعماله في سماء الليل اشتهرت أعماله الفنية بعد وفاته لذلك أمضى الكثير من الوقت في عزلة خلال حياته على وجه الخصوص يقال أن الصورة الموجودة على اليمين قد رسمت أثناء وجوده في المستشفى للأمراض العقلية من المذهج حقا أن يتم إنشاء مثل هذه القطعة الفنية الجميلة خلال مثل هذا الموقف المؤلم يمكن لأي شخص يرى هذين العمليين العملان وأن يخبرنا عن نوع المنظر أو المظهر الطبيعي الذي رسمه أليس كذلك؟ هذه اللوحة من إنتاج أدوارد هوبر إنه أيضا أحد الرسامين المفضلين لدي أعرب بشكل رئيسي عن وحدة المجتمع الحديثة إذا نظرت إلى هذه الصورة يمكنك رؤية بعض شوارع المدينة والمحلات التجارية في الخلفية ليلا وبعض الأشخاص داخل المحل بشكل عام ألا تشعر بالوحدة بطريقة ما هذا العمل مجازي بالطبع لأنه يمكن لأي شخص أن يقول أنه يعبر عن مشهد الحضارة هذه اللوحة من تنجاتا على اليسار منظر طبيعي به زرافة وصب مؤذن على اليمين منظر طبيعي به أفيال وطيور بالإضافة إلى ذلك رسم هذا الفنان أيضا مجموعة متنوعة من الحيوانات أعتقد أنه من المسير للاهتمام أنه عبر عن الحيوانات باستخدام الأماط المريحة مرة أخرى يمكن لأي شخص أن يقول ما تصوره هذه اللوحات أليس كذلك؟ لا أعرف من رسم هاتين الصورتين لكن كلاهما يصور المناظر المدينة الدافئة والجميلة الفرق الوحيد هو أن الصورة اليسرى تبدو هادئة وهادئة بينما الصورة اليمنى حيوية ومليئة بالفرح يمكن القول بأن هذين الصورتين هما مجازيتين لأنه يمكن لأي شخص أن يقول أنها لوحة لمناظر طبيعية كالقرية حتى الآن نظرنا إلى الفن التصويري كيف وجدته؟ هل لديك الآن أي دليل بما هو مجازي؟ إذن ما هو الملخص؟ الآن سأشرح ما هي الملخص وما هي أفضل أعمال العرض الأعمال الفنية الفعلية الخاصة بها؟ هذه اللوحة هي لكاندين سكال هل يمكنك أن تشعر بشيء مختلف تماما؟ عما رأيته سابقا؟ ماذا تمثل هتان اللوحتان؟ أنت لست متأكدا حسنا من الطبيعي أنك لا تعرف لأنه من خلال النظر إلى هذه اللوحات لا يمكننا تحديد نوع الأفكار والمشاعر التي كان الفنان يحاول التعبير عنها مع ذلك فإن عدم التعرف على هذا يعني أيضا أنه لا يهم ما يعتقده أو يشعر به الشخص عندما ينظر إلى هذه اللوحات لأنه عندما ننظر إلى هذه اللوحات يمكن لأي شخص بأن يرى الطبيعة ويمكن لشخص آخر أن يرى المدينة ويمكن لآخر أن يشعر بالعاطفة ما الذي يتبادر إلى ذهنك أنت عندما تنظر إلى هذه اللوحات؟ ما هي نوع المشاعر والعواطف التي تتبادر إلى ذهنك؟ الرسم بطريقة لا يمكن التعرف عليها يسمى الرسم المجرد هذه اللوحة هي من رسم موندريان هل يبدو أن كل هذه اللوحات الأربعة تمثل أشياء مختلفة؟ يبدو الأمر كذلك لكنه في الواقع ليس كذلك الرسمة الأولى تعبر عن الشجرة الرسمة الثانية تعبر عن الشجرة بشكل أبسط ثم الثالثة تجعلها أكثر بساطة بعد ذلك يصبح الأمر أبسط وأبسط في الرابعة أراد التعبير عن الشجرة بشكل بسيط جدا وهذا ليس كل شيء بعد الرسمة رقم أربعة رسم على الفور الرسمة التالية لإجراء بعض التغييرات الجديدة بعبارة أخرى تحولت الشجرة الأولى التي رسمها إلى اللوحة الموجودة على اليمين في النهاية اللوحة على اليمين تمثل شجرة أليس هذا مذهل؟ ختام إذا نظرت إلى هذه الأعمال الفنية دون أي تفسير فلن تتمكن من معرفة ما تعبر عنه أليس كذلك؟ هذا يعني أيضا أنه لا يهم كيف تنظر إلى هذا العمل وكيف تفسره إذ كان الأمر كذلك فيمكن القول أن هذا العمل أيضا هو تجريدي لأنه لا يصور موضوعا معين هذه اللوحة من بول كلي كيف تبدو هاتان اللوحتان؟ بالنسبة لي يبدو أن العمل على اليسار يعبر عن نوع من الحروف أو البحر يذكرني هذا العمل الفني الموجود على اليمين بشعور لطيف ينتابني عندما شم رائحة جميلة أو شعور بالإصارة والطاقة بما أن هذه هي أفكاري ومشاعري الزاتية أريدك أن تفكر وتتخيل بشكل لطيف ومختلف نظرا لأن هذه الأعمال أيضا لا تصور أرقاما فعلية فيمكن القول أنها مجردة أليس كذلك؟ هذه اللوحات رسمها مارك روسكو لقد عبر عن شيء بسيط للغاية فقط بالألوان مثل هذه عند النظر إليها قد تعتقد أنه كان يرسم الألوان فقط لكن حجم أعماله الفنية كان هائلا لذلك يمكن للمرء أن يشعر بالإرهاق الشديد عند الوقوف أمام أعماله يمكن القول بأن هذين العملين مجردان لأنهما لا يمثلان أي شكل فعلي لذا عن هذه الأعمال الفنية السلاسة مرة أخرى لا نعرف ما الذي يعبرنا عنه لكن كما قلت لا يهم كيف ترى أو تشعر أو تفكر فيه الآن هذه المرة لنتحدث عن ما هي أفكارك ومشاعرك أليس كذلك؟ يمكن التفكير في الطبيعة أو الشيء آخر يمكنك تذكر ذكرى أو عاطفة معينة أوقف الفيديو للحظة واختر إحدى هذه الأعمال الفنية السلاسة وتحدث عنها هتاني اللوحتان من تصميم جاكسون بولوك إنها فوضوية للغاية ويصعب معرفة ما الذي يعبرنا عنه أليس كذلك؟ للوهلة الأولى يبدو أنه قد تم سكب الطلاء ولكن لم يتم سكبه بشكل عشوائي إذا نظرت إلى الصورة في الجزء العلوي الأيمن يمكنك أن ترى أن جسده كان يتحرك بنشاط وقد تم رش الدهانات مرات لا تحصى حتى تتداخل الدهانات مع بعضها البعض وبما أن عمله لا يعبر عن أي صورة مميزة فيمكن القول بأنها مجرد بالطبع لا أعرف من رسم هذه لكن دهانات الملوسة مجتمعة وأصبحت لوحة رائعة هل تتذكر تعلم النقاط والخطوط والطائرات في الفصل القاء السابق؟ تتكون اللوحة الموجودة على اليسار من مستويات وتتكون اللوحة الموجودة على اليمين من العناصر السلاسة النقاط، الخطوط، المستويات يمكنك معرفة الفرق بين النقاط والخطوط والمستويات الآن أليس كذلك؟ يتكون الفن التجريدي من نقاط وخطوط ومستويات فقط يمكن الرسم باستخدام المستويات فقط مثل الصورة الموجودة على اليسار أو يمكنك الرسم مثل الصورة الموجودة على اليمين باستخدام النقاط والخطوط والطائرات الأمر متروك للشخص الذي يرسمه مرة أخرى لا أعرف من رسم هذه لكنها أكثر تعقيدا من الألوان السابقة التي رأيناها هناك الكثير من الألوان المختلفة مختلطة معا إذا نظرت عن كسب إلى الصورة الموجودة على اليسار يمكنك العصورة على النقاط والخطوط والطائرات وفي الصورة على اليمين يبدو أنه لا توجد خطوط لكن يبدو أنها تتكون فقط من نقاط وطائرات لذلك نظرنا إلى الأعمال الفنية الفعلية للرسم التجريدي تم التعبير عن بعضها بألوان بسيطة للغاية والبعض الآخر كان ملونا بشكل معقد ما هو نمط الرسم الذي يعجبك؟ إذا هل نبدأ النشاط الآن؟ فيما يلي خطوات النشاط أولا اختر عملا فنيا أعجبك أكثر من بين الأعمال التي رأيتها اليوم إثنان عبر عن عملك الفني الذي اخترته بأحدى الطريقتين التاليتين الأولى تقليده كما هو ستجعل الشكل والألوان متطابقة تماما والخيار الآخر هو جعل الحالة العامة كما هي ولكن قم بتغييرها حسب رغبتك على سبيل المثال يمكنك جعل الخلفية كما هي ولكن يمكن تغيير الأحرف الرئيسية أو يمكن تغيير التكوين والأشكال والألوان أو يمكن التعبير عنها بطريقة أخرى من خلال المبالغة أو تشويهها لتبدو مختلفة عن الواقع ثم استمتع بنشاطك سأنهي فصل اليوم هنا أشكر الله على سماحي لي بالحضور إلى الصف معك يرجى تطلع إلى الفصل التالي شكرا جزيلا لكم على المشاركة في الصف جميعا شكرا جزيلا لكم